ايه هو سر الاحباط؟ الشعور بالخوائل الممزوج بالتيه والضياع والحزن المكتوم ده الحزن المكزوم بعد ان ننجز في كل مرة ما كنا نتصور انه كان هو مبعث وفرحتنا الوحيد يعني الوحيد ببقى كان متصور ان هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتبسطني هتسعدني لا بعد كل مرة بتنجز هذا المبعث بتنجز ده بتحس باحباط مشاعر بتقتنسك بتدهسك بتنهسك مشاعر من كل ناحية يعني مثلا بعد رحلة طويلة كنا بنخطط لها مع بعض رحلة طويلة بنخطط لها سفر جميل بنخطط ليه مثلا وروحنا وتفسحنا وسمعنا اغاني وكلنا وشربنا وعملنا كل حاجة اول ما بنخلص وبنرجع وبنوصل الى المحل المشاعر دية بتجتمع على الوحيد تكتن هاشو ليه ليه حتى الشهادة العلمية الوحيد كان بيتصور ان هو ممكن يقعد عشر سنين خمساشر سنة مثلا دكتوراه ماجستير اي حاجة ومتصور ان ده ده هو تحديدا هو ده مبعث الفرحة اننا لو وصلت لها او عملت لها لو عملتها يبقى انا خلاص كده ساصل الى منتهى فرحتي ويفضل عشر سنين او خمساشر سنة يبحث ويحرر وينقب ويفتش ويقمس ويقعد وينقل ويترجم عشر سنين ثم يقام الحفل الكبير وتعلو الضحكات وتهدى اليه التبركات والقبل والهدايا وما ان ينفض السامر ويعود كل شيء الى مكانه تعجم عليه هذه المشاعر وحيدا اميرة احلامك امير احلامك فتأ احلامك اللي انت منتظران اللي بقى لك سنين احدى تتصوري ان هو بكليك واحدة اول ما هيوصل في حياتك اول ما الخانة ديت هتتملى كل حاجة هتتغير كل حاجة هتتحول مش من انسانة انسانة ما بتقومش هتقوم ما بتصومش هتصوم ما بتقراش الوردة كل حاجة هتتغير او العكس لما بتتزوجي من او ترتبطي بامير احلامك او اميرة احلامك لو كنت عصيت ربنا سبحانه تعالى بسبق عشان توصل للنقطة ديت اول ما بتوصل بعدها فترة المشاعر دي بتنهجك وتستبد بيك وتظل كائبا محصورا على النقطة بقى ليه احنا ما بنشعرش بالشعور ده لما بنخلب ربنا سبحانه تعالى سوايعات لحظات لحظات بس لحظات لما نبتعد عن كل الناس لحظات لما نسقط الخلق من امامنا تهرب من اباءنا وامهاتنا وازواجنا وصحبنا ونخلوا بالله انا مش بصلي مش في جو في الليل مش ليقال ان انا بصلي انا بعملش ليهم انا بعمل ليه انا ليه نحن ليه نحن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة ها لك ليه انا لروحي الضمأة لنفسي العطشة ليه انا ليه انا لقلب المسكين التائه في صحراء الدنيا يقف امام الله هنا امام الله هنا تسكب العبارات هنا اجمل العبارات هنا اجمل الشكايات انت مهما عليت ومهما حصلت ومهما عملت هتفضل محتاج لربنا انت مش اله وبما ان انت مش اله فلاست بكامل وطالما انت لست بكامل فأنت فقير انت فقير انت فقير ولازم يا جماعة نعتقد لاعتقد ان احنا فقراء الله عز وجل قال يا ايها الناس مش يا ايها الذين اعمنوا يا ايها الناس انتم الفقراء